على أمل قواتي بأن لا يصل الصبر إلى حده كانت رسائل نواب الجمهورية القوية تتصاعد تدريجياً باتجاه الكشف عن مضمون اتفاق معراب مضبوط صار اتفاق بها فخامت الرئيس قبل ماعمل الرئيس الجمهورية والدكتور جعجع قال أننا نتقاصم السلطة قد بعضنا هكذا صار مفهوم التفاهم معراب كان مفهوم شراكة حقيقية الاتفاق كان بنص على شراكة كاملة على مستوى إدارة الدولة وواضح مين اللي خرقوا الاتفاق بيقول أنه طول مدة عهد الرئيس عون حصتنا توازي حصة الطيار الوطن الحر هذا الاتفاق وهذا الموضوع محطوط كتابة فبين اتهامات القوات التيار بالاقصاء والتفرد والخروج عن اتفاق معراب واتهام التيار القوات بتعطيل التأليف الحكومي واستهداف العهد اشتعلت جبهة معراب الشلوحي مجددا إنه واحد حاطت راسه براسة تاني بده يفشله وعلى قاعدة علي وعلى أعداء يا رب فجرت القوات قنبلة إعلامية وسياسية من العيار الثقيل بعدما كشفت بنود الوثيقة السرية جوهر الخلاف بينهما والممهورة بإمضاءات جعجع وبسيل كطرفين والرياش وكنعان كشاهدين وتظهر الوثيقة أن الطرفين اتفاقا على تقاسم المقاعد الوزرية المخصصة للطائفة المسيحية في حكومات العهد كافة مناصفة بما فيها الخدماتية والسيادية أي الخارجية والدفاع والمال والداخلية وذلك بعد احتساب حصة رئيس الجمهورية وهي وزيران مسيحيان في حكومة من 24 وزيرا وثلاثة من حكومة ثلاثينية ومن ضمن الاتفاق كذلك تقاسم مراكز الفئة الأولى المخصصة للمسيحيين في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة ومجالس الإدارة بما فيها المراكز القيادية الأولى في المؤسسات الرسمية ومن ضمنها قيادة الجيش وحاكمية مصر في لبنان وأمام خريطة التقسيمات هذه يلاحظ تغييب كامل لسائر القوى السياسية والفئات المسيحية الأخرى تبين مبارح أن هذا الاتفاق كان حصراً اتفاق توزيع المناصب السياسية والمؤسف أكتر واللي اتفاجئنا فيه المناصب الإدارية أيضاً هل هي حرب الغاء على سائر الأحزاب المسيحية؟ أنا ما بدي سميها هيك أنا بدي سميها مخالفة دستورية كبيرة يعني مبارح هيداً اللي أعلن أنا باعتقد أنه لا يليق بأي حزب لبناني يعني يقدم نفسه بأنه هو حزب يسعى إلى بناء الدولي وإلى احترام الدستور اللبناني في تلت النواب المسيحيين خارج هذا الثنائي شو بيصير؟ هاو دي ما بيتمثلوا بالحكومة؟ من الأفضل اعتبار هذا الاتفاق وكأنه لم يكن بأي شكل ولا يجوز لأي حزب أن يتفق مع الآخر أو أن يتواطق معه على تجاوز الدستور هذا موضوع خطير جداً لما سمعنا صوت المردة الكتائب وسائر الأحزاب ليش ما فيه اعتراض منه؟ ولا بالحقيقة يعني ما بقدر بعرف مواقف الأحزاب شو هي وليش ما تصرفوا هيك بس أنا ما بعتقد أنه في حدا بلبنان ممكن يقبل بإلغاء دوره في حسابات وزارية مثلاً؟ ما يعني الحسابات وزارية لشو طالما متفقين أنه ما حدا له محل وبعدما كشفت الأوراق السياسية ينتظر أن يعمل الرئيس عون مجدداً على خط التهديئة وإلا فإن مسار التأليف سيطول ويطول باريند عبوس قناة الجديد ترجمة نانسي قنقر